كشف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي خلال مراسم تنصيب اللجنة الخاصة بعدد تقرير التقديم حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب كشف على تنصيب اللجنة يشكل ورقة طريق من خلال عمل المجلس بالتشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الاستشارية للتقديم مدى تقدم مختلف القطاعات الحكمية في تنفيذ المخطط الوطني للشباب التغطية لياسمين الدهيمي وعقب اللقاء الذي كان جميعنا بسيد رئيس الجمهورية والذي كنا استعرضنا عليه مختلف الإنجازات والمهام ومختلف المحققة والمجلس خلال هذه السنة كان تفقنا خلال اللقاء بأن يتم إعداد تقييم دقيق لماذا تقدم مختلف القطاعات الحكومية في تنفيذ المخطط الوطني للشباب واليوم نشهد ميلاد اللجنة الخاصة التي ستقوم بإعداد التقرير التقييمي الأول للمخطط الوطني للشباب وفي ذات السياق شدد ذات المتحدثان ميلاد اللجنة حدث هام وستكون فرصة سانحة لتقديم أفكار جديدة لصالح الشباب كما سيتم وضع ألزات وتوصيات لتدارك تأخر من خلال التنصيق مع مختلف القطاعات لعلى السؤال الأبرز الذي يمكن أن يطرحه وسائل الإعلام ماذا بعد المخطط الوطني للشباب إذا افترضنا أنه وجدنا أن القطاعات الحكومية تقدمت في الأعمال فسنتمن وسنقترح أفكار وأهدف جديدة لصالح شبابنا أما إذا كان فيه تأخر في المخطط الوطني للشباب فسنحاول وضع الآليات ووضع المقترحات والتوصيات التي ستعمل على تدارك التأخر لا قدر الله إن كان حاصل بحول الله تعالى وقوته